زيارة الحسين في عظمتها لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين الحاج الحج وحدة قياس لثواب وأجر زيارة الحسين زيارة الحسين شيء وثوابها شيء الحج مع أهميته هو وحدة قياس لثواب زيارة الحسين زيارة الحسين لا قيمة لها أصلا إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين ولاية الحسين من ذاتيات الحسين أما زيارة الحسين فما هي من ذاتيات الحسين وإنما هو سبب تفضل به الحسين علينا فإذا كان لها من أهمية فبلحاظنا نعن لا بلحاظ الحسين زيارة الحسين من جهة الحسين لا قيمة لها حينما أقول لا قيمة لها لا أنفي قيمتها وإنما لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين ولاية الحسين من ذاتيات الحسين أمر لا ينفك عن الحسين أما علاقتنا بولاية الحسين تترجم بزيارتنا له والحسين هيأ لنا هذا السبب تفضلا منه فزيارة الحسين بالقياس إلى ولاية الحسين لا قيمة لها قيمة زيارة الحسين بلحاظنا بسبب حاجتنا هذا فضل من محمد وأهل محمد وسبب سببوه لنا كي نتواصل معهم كي نترجم عهودنا وعقودنا التي بايعنا عليها وأخذت علينا إن كان هذا في عالم الأرواح أو كان هذا في عالم الأصلاب أو كان هذا في عالم الدنيا بوعينا وإدراكنا مثل ما بايعنا بيعة الغدير هذا المنطق كيف يفهمه هؤلاء هذا يقدم الحج على ولاية المعصوم هذا كيف يفهم منطق العترة الطاهرة هؤلاء هم مراجعكم ما أنا جئتكم بأمثلة من مراجع سابقين حدثتكم عن الطوسي مؤسس حوزة النجف وحدثتكم عن الخوعي الزعيم حوزة النجف في الحلقة الماضية وحدثتكم فيما سلف عن محمد باقر الصدر وعن السيستاني وعن محمد الشيرازي وعن غيرهم أخذت لكم نماذج من المراجع ممن مضى وممن هو حاضر وهذا مرجع مستقبلي هؤلاء هؤلاء هم مراجع النجف حينما أقول لكم والقادمون من المراجع هذا مصداق من مصاديق المراجع القادمين في قادم الأيام هذا و أمثاله كيف يستطيع أن يدرك حقائق ثقافة العترة هذا يقول من أن الحج مقدم على ولاية محمد و آل محمد كيف يستطيع أن يدرك من أن الحج وحدة قياس لثواب زيارة الحسين و ليس لزيارة الحسين لثواب الزيارة الزيارة شيء و الثواب شيء و الثواب زيارة الحسين على مراتب جانب من جوانب ثواب زيارة الحسين يقاس بوحدة القياس هذه و إلا فإن الذين ترتقي درجات معرفتهم بالحسين ثوابهم و أجرهم شيء آخر لا يقاس لا بالحج و لا بغير الحج هؤلاء الذين يقاس ثوابهم بالحج و بالعمرة و أمثال ذلك هؤلاء من زوار الحسين من أصحاب المراتب المتدنية أصحاب المراتب العالية ثوابهم و أجرهم شيء آخر على أي حال بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة الوقت لا يكفي يجري سريعا و عندي كثير من المطالب زيارة الحسين لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين فولاية الحسين من ذاتيات الحسين أما زيارة الحسين سبب عارض من ألطاف الحسين علينا أهمية زيارة الحسين تتعلق بنا لا تتعلق بالحسين الجهة التي تتعلق بالحسين هو لطفه هو كرمه أن سبب لنا هذا السبب لكن زيارة الحسين لا علاقة لها بذاتيات الحسين بمقامات الحسين الحج لا يقاس بزيارة الحسين وإنما هو وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب وأجر زيارة الحسين زيارة الحسين شيء ثوابها وأجرها شيء وثواب زيارة الحسين على درجات الحج وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب زيارة الحسين هذا هو منطق العترة الطاهرة وسأعرض لكم الأحاديث والتفاصيل أنا جئتكم ببيان موجز عن جسد الحاج وعن روح الحاج وهذا محمد رضا السستاني يتحدث هنا عن جسد الحاج لا علاقة له بروح الحاج أساسا هذا الحج الذي يتحدث عنه هو حج باطل بحوث في شرح مناسك الحاج مناسك الحاج هي هذه التي قال عنها إمامنا الصادق طواف كطواف الجاهلية طواف كطواف الجاهلية كيف يقدم على ولاية الحسين إذا كان الحج بروحه بكل تفاصيله يشكل وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين وثواب الزيافة غير الزيارة وزيارة الحسين لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين ولاية الحسين هذا أمر ذاتي أمر حسيني ذاتي وزيارة الحسين أمر عرضي لا علاقة للحسين به هو سبب لطف فيما بيننا وبينه زيارة الحسين مهمة بالنسبة لنا ليست مهمة بالنسبة للحسين إن أظهر بها ولها اهتماما رحمة بنا الأمر لا يفتبط به صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام ينجر عليهم جميعا لكن الحديث هنا عن زيارة الحسين فالحلقات حسينية والسؤال عن علاقة الحج بزيارة الحسين فهل يستطيع هذا أتحدث عن مرجعكم المستقبلي هل يستطيع هذا وأمثاله أن يتذوق هذا الطعم ربما يستطيعون أن يدركوا إدراك الشيء الشيء وأن يتذوق طعمه شيء آخر هؤلاء عقولهم وكذلك قلوبهم لا تتذوق هذه الحقائق لا لأنهم ليسوا شيعة محمد رضا أسئستاني شيعي وهاشمي محب لأهل البيت أنا لا أمكر عليه هذا لكنه غاطس في قذارات ونجاسات منهج الطوسي وهذه هي النتائج لماذا منطقي يختلف عن منطقه ما نحن من جيل واحد ونحن شيعة ونحن أبناء حوزة واحدة وأبناء ثقافة واحدة الفارق فيما بين وبينه المنهج وليس فيما بين وبينه فقط فيما بين وبين كل مراجعي وأساتذتي وطلابي حوزة الطوسي الفارق هو المنهج فأنا أتلمس المعاني من خلال منهج العترة وهم يتلمسون المعاني من خلال منهج الطوسي الذي هو منهج مسخ شافعي حنفي معتزلي يغلب عليه المذاق الشافعي والمنطق المعتزلي وإلا فهو كشكول مسخ أعود إلى كلام محمد رضا السيستان وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية هذا لم يثبت أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائط فلا تنافي ليس هناك من مشكلة ليس هناك من تعارض بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عن هذا المنطق بني على مقدمات فاسدة المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتيجة فاسدة فالمنهج الطوسي منهج فاسد من أساسه من أوله إلى آخره من ألفه إلى يائه منهج فاسد قذر وسخ هذه النتائج ماذا أسميها العلمية العملية التطبيقية الفتوائية قولوا ما شئتم يصبح الحج أعظم منزلة من ولاية الإمام أي منطق هذا الحج وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين وثواب زيارة الحسين غير زيارة الحسين فزيارة الحسين أعظم شأنا وأعلى رتبة في منطق الحقيقة من ثوابها لماذا لأن ثوابها يتفرع عنها هي أصل والثواب فرع فالحج وحدة قياس لفرع من فروع زيارة الحسين التي هي لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين فولاية الحسين ذاتية من ذاتياته وزيارة الحسين أمر عرضي طارئ لطف من ألطافه سبب من أسبابه مهمة بالنسبة لنا ليست مهمة بالنسبة للحسين تفقهون أو لا تفقهون هؤلاء هم مراجعكم أي دين هذا وأي تعقيدته وأي خرائن هذا هذه هي كتب مراجعكم وكتب حوزاتكم وعود قبض من دبش نذهب إلى فاصل مراجعكم مراجعكم مراجعكم